السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا درس الهمزة في أول الكلمة والهمزة في آخر الكلمة والهمزة في وسط الكلمة بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي نلاحظ الهمزة في أول الكلمة ندير أمثلة مثال عندنا ماذا عندنا أكل أو عندنا أو عندنا أيضا أراجع أيضا مثال عندنا ابن ابن إذن هذه كلمات تحوي على همزة في أول الكلمة هنا أكل عندنا همزة أول أراجع ابن هل جاءت الهمزة على الألف أم على الواو أم على النبرة هكذا تكتب الهمزة على الألف مثال ألف أو على الواو هكذا أو على النبرة بهذا الشكل إذن جاءت الهمزة على الألف إذن الهمزة في أول الكلمة في أول الكلمة سواء في الأسماء أو الأفعال تكتب على الألف دائما مفهوم؟ لكن عندنا همزة وصل وهمزة قطع ما هي همزة وصل ما هي همزة القطع نبدأ بهمزة همزة الوصل همزة الوصل هي التي لا ننطقها في وسط الكلام مثل استخرج استخرج ما نديروش الهمزة نديرو فقط كسرة بهذا الشكل لماذا؟ لأننا لو أدخلنا عليها حرف عطف مثال ف أو و ما نقولوش واستخرج نقولو واستخرج إذن الألف ما ننطقهاش ونصل الخلمة الأولى بالخلمة الثانية بدون أن نذكر الألف أو الهمزة مفهوم؟ مثال عندنا كلمة أخرى أسجد 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 مثال العشبو قلوا مثال استخرج العشبة استخرج العشبة ما ننطقوش قاع هذا الألف إذن هذين سموها ماذا؟ سموها همزة وصل لأننا نصل الكلام بدون ذكر الهمزة سموها همزة وصل عندنا أيضا همزة القطع القطع تكون مثال تكون في الأسماء مثل أحمد ما نقدره شو نقوله؟ ووحمد نقول أحمد ونكتبها بهذا الشكل أ بالألف أيضا تكون في الأفعال مثل أكتبوا وراجعوا في الأفعال مضارعة أيضا تكون في بعض الحروف مثل أن أو إن مثال إن مكتوبة الهمزة إذن هذه تسمى همزة قطع مفهوم؟ إذن هذه الهمزة في أول الكلمة الهمزة في آخر الكلمة نقرأ حالة واحدة فقط واختش تكتب على السطر سموها الهمزة المتطرفة لأنها تأتي في الطرف تأتي منفردة مثال ندروا مثال وراء أيضا مثال آخر تسوء مثال آخر بطيء بطيء انظروا جاءت الهمزة متطرفة أي على الطرف تسوء أيضا جاءت متطرفة أو نقول على السطر بطيء أيضا جاءت على السطر لماذا؟ لأنه سبقها هنا مد وهنا ويو وهنا حرف الياء معنى كنلقاو ألف أو مد نلقاو ويو أو نلقاو ياء بعدها مباشرة الجيل همزة على السطر تأتي متطرفة ندروا مثال آخر مثل الفضاء الفضاء مثال آخر الوضوء مثال آخر يوضيء يوضيء إذن انظروا أيضا هنا عندنا مد هنا عندنا ويو هنا عند ياء إذن هنا نكتب الهمزة بعدها مباشرة تكتب على السطر أو نقول الهمزة المتطرفة أيضا عندنا الهمزة في وسط الخلمة مثل سألة سألة أو نقول رأس أو مثال آخر رأى فأس نلاحظ أن الهمزة جاءت في وسط الكلمة مكتوبة على الألف هنا مثال جي السؤال استخرج من النص همزة في وسط الكلمة خرجوا همزة وتكون في وسط الكلمة أو يقول استخرج همزة في أول الكلمة استخرجوا مثل أحمد أو أراجع أو يقول استخرج همزة في آخر الكلمة أو صحح الهمزة في آخر الكلمة إذن قلنا تكون بعد مد مثل الأصدقاء سناء دائما تكتب على السطر أو تكتب متطرفة أيضا في بعد الواو تكتب أيضا على السطر يضيء مثل سبقها حرف ي إذن تكتب أيضا على السطر هذا بالنسبة لدروس سنة الثالثة ابتدائي إلى هناك وخلاص معنا الفيديو تعنا لنا اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر